أكد وزير خارجية الأردني أيمن الصفدي أن العضوان الإسرائيلي لا يقدم أحدا ويؤجج الصراع في المنطقة جاء ذلك خلال مؤتمر للتحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي في العاصمة الأردنية عمان حيث أوضح للصفدي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط مطالبات العالم بوقف الحرب وإدخال المساعدات كما أشار الصفدي إلى أنه يجب أن يكون هناك تحرك دولي حقيقي وسريع ومؤثر لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من قتل وتجويع وتهجير لافتا إلى أن الأردن مستعد لإرسال 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة حال إزالة العقبات الإسرائيلية اشتركوا في القناة